عندي سؤال اشتغلت رئيس مجلس النواب والسيد محمد الحلبوسي كمستشار أو كبير مستشاري لو أنا غلطان لا لا مغلطان كيف كنت ترى العمل وأنت عليك هذا الاعتماد أو الاتكال في أن قضايا العراق قضايا كبيرة وبتالي مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب تمر في أزمات كثيرة حدثني عن بعض هذه المشاهد التي كنت بلا شك شاهد عليها يعني أنا خليني أكشف سر المطلعين عليها قليلين جدا في 2017 كان السيد الرئيس محمد الحلبوسي محافظ للأنبار نحن أكو خلية أو شنسميها مجموعة دائما تضع مخططات استباقية للمكون فصار اجتماع بحضور خمس أشخاص هنا في عمان انتخابات 2018 كان أكو تشكيك كبير في أنها ستحدث صحيح فصار الاجتماع وقرروا يدزون على دكتور جمال كربولي فجيه دكتور جمال كربولي قال ودكتور جمال يمكن يسمعنا هسه في هذا قال دكتور جمال الانتخابات ستجري في موعدها ولن تتأخر ساعة واحدة قراءتنا تقول أنه أنت ستأتي بالكتلة النيابية الأكبر في مدلس النواب وهذا راح يحتم عليك اختيار رئيس مدلس نواب من الآن دكتور جمال عقلية سياسية ممتازة ومخ انتخابي يعني أنا ما شايف واحد مثله لو شايفت أنا قلت مثل فلام ما شايف قال رئيس مدلس النواب جاهز وانا يعرف انا راح اجيب الكتلة الأكبر قالوا له منو قال محمد الحلبوسي فأحد الحضور دون ذكر أسماء قال له منو قال له محمد الحلبوسي قال له عفوا ما سمعت قال له يا معوض محمد الحلبوسي ما سمعت شنو قال له معقوله اللي قاعد قدامي محمد الحلبوسي جمال الكربولي يفكر أن يجيبه محمد الحلبوسي يسوي رئيس مدلس النواب قال له ليش شن المانع قال له المانع أن محمد محافظ وعنده فلوس وراح يصير رئيس مدلس النواب وتصير إلى شبكة علاقات محلية وإقليمية كبيرة جدا وبيه عمر سياسي يمتد ثلاثين سنة إلى الأمام ومن الأنبار هاي المواصفات الخمسة تجعل أن يفكر أن خصم السياسي الوحيد هو أنت مو خصم السياسي صالح المطلق أو أسامة النجيفي أو أبو مازين أو الحزب الإسلامي بمجرد أن تدعم محمد الحلبوسي لرئاسة مدلس النواب سيدبحك سياسيا البديل طلال الزوبعي طلال الزوبعي من بغداد شخصية بسيطة يمكن التفاهم معها لا يشكل خطر طموحاته في الزعامة قليلة وصار الرأي أن يدعون طلال الزوبعي في مقابلة مع جمال الكربولي ويتم ترتيب أوراق رئيس مدلس النواب قبل ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات لكن علق علق هذا الاتفاق باقتراح مني أن هذا الاتفاق من جنابك نعم من عندي سيبقى معلق لحين ظهور نتائج الانتخابات يعني جوز طلال ما يفوز بالانتخابات أو جوز محمد الحلبوسي ما يفوز بالانتخابات فننتظر نتائج الانتخابات وعلى ضوءها يصير القرار في دعم رئيس مدلس النواب طلعت النتائج طلع الدكتور خالد العبيدي جاي بسبعين ألف صوت من الموصل ومرشح لرئاسة مدلس النواب وأسامة النجية في أيضا جاي بحدود أربعين ألف ومرشح وإضافة إلى سبعة وثمان شخصيات أيضا كان الرأي في هذه الحلقة أو فيه أنه لا يمكن مواجهة خالد العبيدي وأسامة النجية فيه بطلال الزوبعي تتغير الخطة ويرجع دكتور جمال يعيد تسويق محمد الحلبوسي من جديد وهذا ما حصل في انتخاب السيد الحلبوسي في هذه كواليس الاجتماعات في كواليس هذا الاجتماع فترة عملي معه وصلت إلى نتيجة أن أفضل ما أنتج المكون السني من عقل سياسي هو محمد الحلبوسي أكثر شخص له قدرة على المناورة وسخي في استخدام المال وجريء في اتخاذ القرارات وغير متردد لكن التحيط مجموعة من المعرقلات للأسف لحد هذه اللحظة لم يستطع التخلص منها ولذلك تقدمت باستقالتك الاستقالة ما كانت مبنية على خلاف شخصي بيني وبينه أو خلاف مصلحي الكل يعرفون محمد السلمان لا يدور فلوس ولا يدور عقود ولا يدخل فيه إشكاليات أنا ما قدرت أنسجم مع محيطه محيط الرئيس الحلبوسي اللي أنا أعتقد محمد الحلبوسي يستحق محيط أفضل من هذول بكثير ولو أتيح لمحيط أفضل من هذول لكان شوف أداء سياسي ونفوذ وسلوك غير هذا تمام هذا اللي دفعني إلى تقديم الاستقالة وافترقنا ونحن أصدقاء الحمد لله